بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية محاضرتنا لهذا اليوم للثالث المتوسط الكيمياء الفصل السابع الزمرة الخامسة وصلنا إلى سؤال هنا وضح مع الرسم جهاز وكتابة معادلة الكيميائية طريقة تحضير غاز الأمونية مختبريا طبعا الغاز الأمونية عدنا مختبريا قلنا وعدنا صناعيا يحضر مختبريا بتسخين كلوريد الأمونيوم بلطف مع هادروكسيد الكاليسيوم ويجمع الغاز الأمونية الناتج بإزاحة السفل الهواء وبعد أن يمر على عمود يحوي على أوكسيد النحاس للتخلص من الرطوبة المستخدمية صاحبة للغاز هذا طريقة الشر حمالته المعادلة لدينا هذا كلوريد الأمونيوم زائدا هادروكسيد الكاليسيوم تسخين باللطف يتولد لدينا ملح هذا رح يتولد لدينا كلوريد الكاليسيوم يبقى في الأنبوبة الاختبار مع الماء غاز الأمونية رح يجمع بالإزاحة السفلة للهواء لأنه غاز سريع الذوبان في الماء ما نقدر نجمعه بالإزاحة السفلة للما وهذا رسم الجهاز ورسم الجهاز ضروري في التجربة هنا ساعدنا هذا علل يجمع غاز الأموني بإزاحة السفلية للهواء عند تحضيرها مختبريا لأنه غاز أخاف من الهواء طبعا بنفس الوقت هو سريع الذوبان في الماء تعليل كيف تحضر أو تنتج الأموني صناعي قلنا ذيك الطريقة طريقة مختبرية وهذه طريقة صناعية تنتج الأمونية بكميات كبيرة بطريقة سما طريقة هابر والتي تضمن اتحاد مباشر بينه غاز النيتروجين وغاز الهايدروجين وباستخدام التسخين مع الضغط العالي وبوجود عامل مساعد هذه معادلة التفاعل غاز النيتروجين زادا غاز الهايدروجين ضغط عالي وعامل مساعد هنا بالتسخين ينطينا غاز الغاز الأمونية وهو تفاعل بعث للحرارة ما هي خواص الفيزيائية للأمونية طبعا نحن عندنا خواص فيزيائية وخواص كيميائية الخواص الفيزيائية للأمونية غاز عديم اللون ذو رائحة نفاذة ولا دعا يؤدي سنشاقه إلى تدميع العين أخف من الهواء كثير الذوبان في الماء ويعرف محلوله الماء بماء الأمونية هيدروكسيد الأمونيوم عند تسخين محلول ماء أو تركه في معرضة للجو فإنه يفقد غاز الأمونية يمكن إسالة الأمونية بسهولة عند درجة حرارة الغرفة بتسطيط ضغط مقداره من 10 إلى 8 آيتم لسائل الأمونية درجة غليانها غليان مقدارها 33.5 درجة سيريليزية تحت ضغط الجو عادي وله حرارة تبخر كامنة عالية فيمتص الحرارة من الماء وبالتالي تجمد الماء إذن هذا هو عامل من نستخدمه في عملية تجميد الماء لذلك يستعمل في مصانع انتاج الثلج ولغراض التبريد كيف تبرهن على قابلية الذوبان غاز الأمونية في الماء طبعا قلنا يجمع بالإزاحة السفلة للهواء ليش لأنه سريع الذوبان بالماء من قدر نجمعها بالإزاحة السفلة للماء مثل باقي المركبات التي حضرناها في الفصل السابق هنا لمواضح جابتك بالرسم هذه الطريقة يسموها طريقة تجربة النافورة يمكن برهن تجربة النافورة باستخدام جهاز يتعلث من كأس مملوء كأس مملوء بالماء إلى نصفه وتحتوي قطرتين من محلول دليل الفينونفثالي ودورق دائري قطر مجهز بسدادة هذه السدادة مطاطية وثقبين يخترق أحدهما أنبوب زجاجي طويل هذا الأنبوب الزجاجي الطويل من القدح إلى نهاية الدورق المقلوب أنبوب زجاجي يمتد حتى قعر الدورق ويخترق ثقب الثاني يخترق قطارة هذه القطارة للثقب الثاني الثقب الأول هذا الأنبوب والثقب الثاني القطارة نضع فيها بضع قطارات من الماء المحتوي على دليل الفينونفثالين العديم اللون وحين يصبح الغاز يتماس مع الماء من الضغط القطارة راح يلغغ الغاز هنا الموجود هذا الغاز من تماس بها الماء يذوب في فيتمن راح يذوب هنا الغاز رأسا راح يذوب فهي راح يتخل خل الضغط داخل الدورق فيندبت هنا الماء من الكأس هنانا عبر الأنبوب الزجاجي هذه على شكل نافورة وها هي تجربة النافورة دليل على أنه غاز الأمونية سريع الذوبان في الماء وشكرا